في الفيديو ده هعلمكم ازاي تنزله جوجل بلاي على الكمبيوتر بكل سهولة. وزي ما انتو شايفين اهو قضي جوجل بلاي لو جينا دخلنا عليه بالشكل ده. هيفتح كده معنا. تمام? ممكن بقى تجي تنزل هنا التطبيقات او العلعاب اللي انت محتاجها. يعني مسلا هنا قدامك الواتساب لو جيت دخلت عليه كده. هتلاقي ظهر معك كلمة تسبيل تقدر تدوس عليها وتحمل التطبيق عادي على الكمبيوتر بكل سهولة. وعشان ما طاولش عليك تعالي نتعلم الطريقة ازاي. اول حاجة هتعملها لازم تفتح من متصفح جوجل كروم. ولو مش عندك متصفح جوجل كروم تقدر تنزله من اي متصفح عندك. يعني انا مسلا عندي هنا مايكروسوفت اتج. هدخل عليه بالشكل ده. تمام? وكتب هنا في السيرش بوكس جوجل كروم. اهو. تمام? هيظهر معي جوجل كروم اهو هدوس عليه كده. تمام? وبعد كده هدخل على الاول معي. وهدوس عليه بالشكل ده. هيفتح معي زي ما انتم شايفين هاجة هنا هدوس على كلمة كروم. تمام? بعد كده هينزل معي التطبيق بتاع جوجل كروم. هنيجي نفتح المتصفح بتاعنا بقى عادي اللي هو جوجل كروم اهو. وبعد كده ركز في الخطوة اللي جاي دي عشان مهمة جدا. لازم تتأكد ان التطبيق بتاعك متحدس اخر تحديس. طب وعشان تعرف بقى اللي هو متحدس اخر تحديس ده انا عرفها ازاي. هتيجي تطلع فوق عند التلات نقط اللي فوق بعد اللي هنا اهم. وهتدوس عليهم بالشكل ده. هيفتح معاك القائمة دي. هتنزل تحت خالص كده عند كلمة وهتقف عليها. هيزهر معاك المربع ده. هندوس على اول كلمة اللي هي ابوت جوجل كروم. تمام? بعد كده هتفتح معنا بالشكل ده. هتلاحز هنا اللي هو بيقولك كروم اس اب تو ديت. تمام? بعد كده بقى نرجع تاني خطوة الورا. اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام? هيفتح معاك تاني الصفحة بتاع الجوجل كروم اهو. هنيجي بقى في السيرش بوكس هنا وهنكتب كلمة جوجل بلاي. اهو زي ما انتم شايفين. جوجل. لي. اهو هيزهر معانا هو في السيرش بوكس هدوس عليه بالشكل ده. تمام? بعد كده هدوس على اول معايا. اللي هو ده. هيفتح معايا بقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ركز معايا بقى في الخطوة اللي جاية ده عشان مهمة جدا وده اللي هننزل بقى التطبيق على الكمبيوتر زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. هنيجي نطلع فوق هنا عند التلات نقط اللي فوق بعضا هم اللي في الجنب وهندوس عليهم بالشكل ده. هيزهر معايا الاختيارات دي. هندور على كلمة سيف اند شير. هننزل تحت خالص كده اهو هنلاقي الكلمة موجودة عندنا اهو. تمام هنقف عليها يفتح معايا الاختيارات دي. هنيجي هنا عندي كلمة كريت شورت كط. تمام? الكلمة دي بقى ممكن تظهر معاك في سيف أند شير. وتزهر معناس تانية في مور تولينز. تمام? هي عندي هنا في هدوس هنا بقى على كلمة create shortcut هتفتح معايا بقى بالشكل ده تمام هنيجي نعلم هنا بقى على كلمة open as window تمام وبعد كده همسح الكلام ده واسيب كلمة جوجل بلاي بس تمام وبعد كده هعمل كلمة هدوس على كلمة create هيفتح معايا بالشكل ده لو جينا بقى خرجنا برا هنا خالص هنلاحظ ان جوجل كروم ظهرت معايا هو على desktop هنيجي بقى ندوس عليها عشان نتأكد ان هي شغلة ولا لا هندوس عليها بالشكل ده هتفتح معانا اهو زي ما انتم شايفين ممكن بقى تيجي هنا تدور على مسلا انت عايز لو لو تنزل اي تطبيق من هنا او عايز تبحس مسلا على لعبة بابجي عشان الناس كتير بتبحس عليها اهو تمام هتظهر معانا هاي بابجي هدوس عليها كده تمام بعد كده هدوس على كلمة تسبيت اهي يا جماعة لو دوسنا على كلمة تسبيت هيطلب مني بقى تسجيل الدخول بالاميل بتاع الجوجل بتاعي هعمل هنا تسجيل الدخول اهو عشان تبتدي تنزل معا الالعاب والتطبيقات وبعد ما تسجل بقى بالاميل بتاعك هتيجي تدوس على كلمة تسبيت هنا وهتنزل معاك اللعبة بكل سهولة وتقدر تنزل اي تطبيق تاني بكل سهولة ودي تبقى اصل طريقة ننزل بها جوجل بليه على الكمبيوتر زي ما انتم شفتوا كده بالزبط طبعا في ناس هتشتغل معاها الطريقة دي وهيثبت بكل سهولة ومش هيحصل معاهم اي مشكلة وفي ناس تاني الطريقة دي مش هتنفع معاهم وعشان كده هنزلوك طريقة الفترة الجاية لتنفع الناس اللي مش هتشتغل معاها الطريقة دي يا رب الشرح يكون عجبكم ويكون بطريقة بسيطة وناس كتير تكون استفادت ولو فعلا استفدتوا ما تنسوش تعملونا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد معا